لائحة اتهام قدمتها نيابة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم اكتفت فيها النيابة بتهمة محاولة الهروب الأمر الذي يؤكد رواية الأسرى الستة ويبطل محاولات الاحتلال إلصاق تهم أخرى بهم محكمة الاحتلال قررت اليوم تأجيل محاكمتهم حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي عشرون يوماً أمضاه الأسرى الستة المعاد اعتقالهم في ظروف مأساوية تخلى لها التعذيب الجسدي والنفسي لكسرهم ودفعهم للتوقيع على اعترافات كاذبة لكن صمودهم الأسطوري دفع محكمة الاحتلال لإسقاط جميع التهم الأمنية والاكتفاء بلائحة الاتهام المتعلقة بهروب الأسرى الستة بالإضافة للائحة الاتهام لخمسة أسرى آخرين ساعدوا الأسرى بعملية الفرار تم تقديم لوائح اتهام لأسرى الستة المعاد اعتقالهم وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني ولكن دولة الاحتلال كل الوقت تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعليه على الأرجح أن يتم حكمهم بأحكام رادعة مع ذلك لا فرق بالنسبة لهم لأن غالبيتهم محكومين بالسجن المؤبد ولكن مبدأ المحاكمة هو مرفوض ومخالف للقانون الدولي حكومة الاحتلال تعاقب أسرى نفق جلبوع بإجراءات تعسفية لا ترتقي لأبسط مقومات الحياة الإنسانية حيث تحتجز كل أسير بزنزانة عزل انفرادية في مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية فحتى الحمام مراقب بالكاميرات في انتهاك خطير للخصوصية هذا خرق وشكل من أشكال المراقبة اليومية التي تنتهك خصوصية الأسرى الفلسطينيين أيضا موضوع العزل بحد ذاته هو انتهاك لأنه حسب القانون الدولي لا يجب أن يكون العزل لفترة طويلة ويجب أن لا يكون في أماكن تحت الأرض وعلينا أن نتذكر أن دولة الاحتلال بذلك تنتحك المادة الـ 92-93 من اتفاقية جينيف الثالثة التي تتحدث عن إجراءات تأديبية وليس إجراءات عقبية الأسرى يتعرضون لأبشع ممارسات التنكيل ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات أكثر إجرامية بحقهم فالاحتلال يحاول بهذا التعذيب أن يغطي على الفشل الأمني الذي أصاب الكيام بأكمله مع نجاح الأسرى بانتزاع حريتهم من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا